السلام عليكم و السباة خير يا شباب النهاردة ان شاء الله اليوم التالية للكورس IDC وارلين والسيركسينك ستوربيزور ليبل ان شاء الله النهاردة هنغطي الجزء بتاع الوارلين اللي هي الكاتوجرز بتاع الوارلين اللي هو سليك لاين وإيه لاين وبيريدد لاين نشاير البرزمتاشن كده ونبص عليها دي البرزمتاشن هتخص الوارلين طبعاً ولو اتكلمنا الوارلين الوارلين ده كرمة عامة بفيها موجودة تحتها والكورس بندرس كل سكشن على حدة الـ E-Line والبريدد لاين تقريباً متقربين شوية في الوارلين تقريباً متقربين شوية في الوارلين تقريباً عن الـ Sleek Line أو Single File طيب، هالوبجيكتب ان احنا ندرس الوارلين ان احنا نعرف نولدش عن الوارلين تقريباً من الـ و لو حصل الـ الـ ممكن نخدها عشان نعمل شطن و سكيور أول حاجة ما أتكلم على الويرلين هنقول الويرلين اللي هو أول طريقة من قرق الويرل انتربنشن وأسهل طريقة وقال طريقة في الكوست نفسه اللي هي ممكن تعمل بالويرلينات المقاتلية ممكن تعمل التكامل المغادرة لي الم advisory لقل طبا مواجهة لكن العين هنا هل في القوة بتاعتها؟ أو البولهم يقب في الوبرإشن أو البولهم ويقولها ليه م Ásot 2 raise & lower vs tools and downhole controls زي بلغز او اي نيبلز او نيبلز يعني اي تيوبينج بلغ تيوبينج بلغز او الكلام ده كله in and out production will in addition to use to set and retrieve down hold control طيب هي الهيشنط practical method to benise any will problem لو عندك اي مشكلة بتنزل بالسليب لان بيبدأ السليب لان يديك انديكيشن عن البروبلم هتكمل ازاي الوبراشن بتاعك الوار لاين also can be carried in dead or life will بس طبعا الميزة الكبيرة اكيد للوار لاين والانترفنشن method انه هو يقدر ينزل في life will under pressure وزاو اتني طبعا to pump any kill level بس اللي متنزل زي ما قلنا ليه limit في الهيلي ديبياتي well maximum تقريبا the deviation للسليب لاناو الوارلان around 60 degree او حسب البولسي انت الشركات تقريبا around 60 or 65 degree كتر من كيدا you need to find another way طبعا اللي هي زي الطيب هنا. طيب لو كلمنا عالكاتيجوريز اول حاجة السليك لين تنجل وايه بيتسمى بعض المانوال سولد لايه او بيانو لايه او مجرين لايه التاني كاتيجوري اللي هو البريدد لايه بيسميه الهيفي بيوتي علشان بيعمل سام هيفي اوبراشن هيفي اردان السليك لين اوبراشن تالت نوع اللي هو الاي لاين اللي هو الكتركة السيجنل ماشي في الكتركة الكابول من السيركس الداون اول عشان تعمل سيرتن جور او صعب بنسميه الكوندكتور لاين. دي اول طيب اللي هو السليك لين او سينجل واير. سينجل ستراند سولد واير. دي بتاعه رنجد من اه مية وخمسة من الف انش او مية وتمانية. خمية خمسة وارشين مية واربين مية وستين ومية وتسعين. السليك شن طبعا بتاع السيز ده اه نفسه. الموست كومن طبعا اللي هو مية وتمانية او اللي هو المية خمسة وارشين. انا طيب انا صارب استخدموا شفاف الوكريش. حاليا اه بالبيبين استخدم انا استخدم من مية واثمانية عدي ومية وخمسة وارشين بليون تمام. بيقول الاتنين موجودين ع نفس التركين. اي 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 موجود اثنينة. اي اثنين موجودين ع نفس التركين. تمام. فبيقول لك السليكشن متاع الوائر سايز نفسه واقف على الطيب ستاعت الجوب انت هتامل ايه بالضبط داونهول. السيفيرتي عايز فرصة ادي. او طول. والسايز نفسه بتاع تيوبين. سمول سايز ده ما بستخدم معاه بسمولر استمبل او سمولر الوائر. ايزي توورك ان بريكاك. طيب. كل حاجة لها ادبانتج ليه ايه الابليكيشن. ايه الابليكيشن زي شباب مسلا. فر اكزامل ليه الاستيقلان. بتعمل دريفتين ليه نيو توبين او البردكشن سترين والكيسن سترين. بتنزل بيه او بتنزل بيه جيش من خطر اه حضر خطر. ااا تستخدم التوبين لكش بيه خطر. Blue ساواء نب البلاج او توبين بلاج. ااا تستخدم التوبين بلاج بش بكسين بلاك بكسين بلاك نستخدمها. اوليها اه يعني بتستخدم واحدة اسمها المونولوك بلاك. اللي هو بتساعد بتايمر. احنا عدنا بكسين بلاك تساعد مو ابنبل هاية تنزل وبها مثل تدخل ببطنة باي مكان بتيوبنج يعني مو شرطة الانبل. معدد طول جوينت يعني بتقريب. اي. بيتاخد دريفت الاول اه انديكيشن وبعدين بتجي السياتة في نص الفايف بس انت بالسياتة هو ميكانيكا مش كده? ميكانيكا بي. النوع اللي كان تحلي بيرتو انه كان شغالين بيقرامكو كان اه بطايمير يعني بتست تايمير على السيرفس مسلا ساعتين. وفيه باتري معاه وبينزل بالبلغة لحد الستنج ديبس وبيستنى الوقت فالتايميرز بيبدأ يعمل زي اه تشارجنج زي تشامبر كده من الغاز. فيبدأ يفتح يعمل البلغة نفساوي سيادة كله باكّ اعرف السيادة. طيب ومطوة هاين كان باكّ الهددد ومطوة الولغة فالتايميرز بيبدأ سيادة ومطوة مجدد يعمل زي مواجهة اللي في تطايماء بيبدأ مجدد بيبدأ الكلام . مطوة البلغة كما طو Before You We Are You Are. اللي انت support this is to me by the time area. مطوة هاينت. فيبدأ مجدد جميل زي مواجهة دافئة مجدد من الواجهة في عمج تنج؟ بمجد روضاء رقم 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 بيعمل ونهول في البيب وبيبقى لس في الكوست طبعا بتاع الوبريشن طيب الأدوانتج بتاع السليفلين يا شباب لو انت شغال السليفلين أوبريشن ايه هي الأدوانتج يعني ايه هي الميزات بتاع شغلك بالسليفلين كومبر طبعا الوبريشن تانية مثلا زي كوست توبين مثلا كوست كوست فعلا هي أول حاجة اللو كوست الكوست في الويل انتربينشن ميسود ايزي تيو ترانسبورت ممكن تانيلها على تركة أو افشور بالهليكوبتر يعني او بالبوت قصدي وبعض التوجتنا ممكن بالهليكوبتر سمول كرو ممكن يبقى ماقسم اربعة من اثنين ثلاثة بيرسون انتو عندوك الكامل كرو قدي كم واحدة اربعة سيبرفايزر و كروشيف و اثنين او بريترية تمام يعني ارون دربة السوق بعد السوق بعد ما الترايلر وال اه تمام اه تمام ايه بتاعتك اللي هي الـ مش هتبقى زي الـ مثلا في او الرجل. ما تعرفش تعمل الروتاشن. ما بتلفش بس ممكن تنزف البطم بتاع الكل تيوبينج موتور مع البومبينج الموتور اللي لففلك الفطم هو الاسمبيل. بتقدر تعمل على البطم. وطبعا ما فيش فبيديك شوية لو انت بتعمل او بريشن لو انت عايز تسركل على اعطبو فيش ولا حاجة. عشان ترموف دي بريس او كده ما بتعادرش تعمل الكلين اوت. فعشان كده هي limited شوية في الcirculation والروتاشن كمبيرد بي الكل تيوبينج او الواركو بريشن او الواركو بريشن. اه limit high angle well زي ما قلنا اوبر سكسي زي بي فيه. عشان كده اي بلاج لازم تحط النبل في بتاع عنديamoستنج ما يكونش limited day لـ건 بتاع دي واحد بقى من من ال 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 المنظر اللي لازم ناخدها في اعتبارنا واللي احنا بنعمل design دي줘 نشوف الترسوي بتاع الويل ومنقبل يا او البكار بتاعنا فين والبلاقز دي اللي هتنزل في النبز عند ديبسي كام والزاوية عندها ماكسمم كام ديجري طيب البريدد لاين هو عبارة عن وير مجدول يعني مالتي ستراند وير كيبل الودي رنجت من 3 على 16 up to 3 ترى المست كومن طيب اللي نستخدمه اللي هو في الفيشنج اوكريشن 3 على 16 هتستخدمه بريدد لاين بس للفيشنج جوبس يعني ما اه اه طبعا اه هي معجودة على نفس الترك ولا على التركة تانية اكو اكو تركات بيها موجودة اللي هو ستكلاين وبريدد لاين شوان احنا بس انا ساليوني انت ماتي بس السكلاين بيه عشان توفر وقت لو انت عايز تشخص بريدد لاين ايه تماما السائز جتا حكام اللي بيستخدمه بريدد لاين يعني والله ما مشتغلين بيها انا بصراحة ما مشتغل بيها ما عارفش هي السائلسة الموجودة طيب بيت الشباب حتى انا وراح ما مشتغلين بريدد لاين ليه ما عارفش تغلين بريددد لاين اوكي المستقمن يعني هي تدعى الستاشر ولو فيه هيفي هيفي جوب يعني تبقى خمسة على ستاشر او ربع يعني ربع وخمسة على ستاشر طيب الواير برضو سيليكشن دبين دون على السيفيرتي بتاعة اللود اللي محتاجه الوفر بول انت مستقب ايه عند دبس كام الكونديشن ساك الويل الديفيجن كل الكلام ده بيحدد لك البردد لاين سايز اللي انت محتاجه كام عشان كلما تزاود السايز كلما تاخد برايجة مستقبلين هنا لكن تزاوه او انت محتاج الوقتي باء الويل الديفيجن الكويت كامل ببعض ربع على الايد انت محتاج من المحتاج لك المحتاج إلى الايد لو انت الويل الديفيجن الوده إيضان ببريجن بريدد لاين تعال بيبقى اعلى من اي فورس انت محتاجة عشان تنزل بريدد لاين انسايد الويل في السايدز الكبير فبعض الاحيان بتضطر تعمل قبل ما تنزل بريدد لاين في الويل عشان تقدر تنزل او تعمل رانين انسايد الويل طيب الابليكيشنز بتاعتنا زي ما قلنا اللي هو بتعمل لما او سينجل واير يحصل له فيلد او توصل للمكسوم للمت بتاعه بولنج رترابل بريدج بلغ او اهو الحاجة اللي كنا بنتكلم عليها قبل كده اللي هي السوابينج اوبريشن دائما السوابينج بيحصل بريدد لاين اللي هو بتعمل زي لفت لي الويل كده وكلين اوت بسوابينج دي التو طيب من الريدد لاين الواير هنا لي ليرز الملفوفة عكس بعض يعني واحد ملفوف كده والتاني ملفوف عكسه ده بنسميه لما ده كروس سيكشن ليه مقطع في الواير نفسه وده هتلاقيه اسمه هتلاقيه هو مجدول الملفوف في نفس الاتجاه الواير على بعض فطبعا انهي واحد فيه من نهوة نظركوا اللي ملفوف عكس لا اللي هيبقى ملفوف فوق بعض هيبقى مرس عن المرفوف عكس بعض ليه لانه ده هيبقى فيه شوية هنا يعني الفراغات ما بين الواير اللي هو مجدول عكس بعض يعني فدبتو طيب اهو حيقول لك هنا الادوانتج بتاعت الديفورم بريدد لين over الكونفينشال لين ار الادوانتج بيديك انكريز فيه او مور سترون نتيجة الدزاين بتاعه اللي هو اللي هو الماكس من قول بتاعه لو توسط تندنسي بكوز وكمان الكليرانس ما بين نفسها بيبقى قليل جدا فده بيساعد انه هو الفراغ اللي ما بين الشكل المجدول في الكونفينشال عكس بعض بيخلي ممكن يحصل لما تيجي تعمل عشان ممكن يحصل الطبعا ده بيقال وانت بتبوم الريس كبرايمري وده نشوفها قدام شوية في كمان حاجة اللي هو هاي كريش رزيستانس كريش رزيستانس بيقال بيديك مقاومة اكتر لانه هو يحصل له دامج يعني فور اكزامبل مثلا لو كيبل عندنا الوزن بتاعه 3 على 16 انش هتلاقي لو هو الوزن بتاعه لكل الف ادم 71 باون لكن نشوف بقى الديفورم هيبقى كام هيبقى 85 عشان كده هو مور هيفي في الوز بتاعه فمور سترينس ومور سترون ان اوبريش طيب بعد كده النوع التالت اللي هو ال هو نفس لكن طبعا فيه كوندكتور او كوندكتور يعمل ينقل سيجنل من خلاله من السيرفس من الترك داون هول عشان يدي سيجنل ل لوبينج طول او بركوريشن عشان تعمل الجوب المناسب فهنقول اللي هي نفس التعريف ملت ستريند وير كابل هتلاقي الرنجات 3.16 لحد 3.4 بس في سينجل مونو الكتيركال كوندكتور او ساعد بيبقى ملت الكتيركال كوندكتور حسب الجوب ده مثلا شروع الكابل من السبس الدون هول دا مونو واحد بس دا ملت كوندكتور كابل حسب السبلاي باور اللي انت عايز تنقله والجوب طيب بيبقى طبعا دي كابر من برة مغطي الواير نفسه او كابل نفسه بقى الميزة بتاعته انه بيديك ريال تايم كومينيكيشن اي حاجة بتحصل بتعرفها على طول على السيرفس المصط طبعا اكسب ويرلاين طيب اللي هو الـ هو اكتر اعلى كوسته طبعا الابليكيشن بتاعته زي ما قلنا هنتلايا نستخدمه في اللوغنج سيرفس ريد اوت اختصار سيرفس ريد اوت ريل طيب يعني او بتايم بي لغز في ممكن تستخدمه في كورين عشان تجيب سامبل من الفورميشن داون هول ستنج للبكر زي ما قلنا ممكن البكر ينزل في الاول على الهي لاين يتسايد بالالكترق وي او بلغز زي البرج بلغ بيستخدم في البرفوريشن وفي نوع جديد اسمه فيبر اوبتكس او ديجيطال سليب لاين دا بيبقى light wire line يعني وبيدي وبيعمل transmit برضو لل signal true طيب دلوقتي عرفنا الtypes بتاعة wire line او الكاتجوري هنشوف المaterial اللي انا ببدأ اختار wire line على اساسنا فبيقولك فيه اول نوع من المaterial زي زي تيوبينج برضو بيبقى carbon steel طبعا الcarbon steel دا مش مناسب للأبوار اللي فيها sour gas او h2s او co فهتلاقي الcarbon steel دا و according to the ebi 9a دي مسؤولة عن لو حبتها ما يصيرش عليها مسؤولة عن الوائر نفسه والمaterial بتاعتها فحصل للستيل بتاعته فهنا الاختصار يعني improved low steel ips used طبعا in sweet will ما فيش h2s can be used in low very low h2s up يعني 30 bpm part per million بس ما بيفضلش طبعا carbon steel اللي هو انزل كبير في hs عشان كده البلان دايما بتاع الوائر line لازم تعرف الوائر pressure والtypes بتاع الفليويد والconcentration بتاعت any gas في الوائر board has high ultimate tensile strength عشان improving اللي حصل كده compare بالnormal carbon steel old type good ductility و relatively low cost low cost compare للtypes التانية من المateria هتفيجي بعد كده هتلاقي بعد كده الوائر line ممكن هو مصنوع من سباك او material مختلفة mixture مع بعض فعندك نوع تاني اسمه UHK اللي هو bright steel اللي هو اختصار ultra high strength ده برضو carbon steel بس حصل امبرو نتيجة 25% عن النوع الاولاني ده عشان كده ممكن تستخدمه for more heavy operation وبعدين الطيبز التاني اللي هي stannis steel 307 ده اسم السابيكة يعني مكونة اللوي دي من ماغنيسيوم وكروم وناكل طبعا دي تبقى good resistance for pitting and corrosion used in sweet well condition لو موجود CO بس مفيش H2S ولا coloride عشان coloride طبعا salt ممكن يعمل برضو effect على ال wire material في بعد كده سابيكة تانية اللي هي 316 stannis steel ده alloy composition بس عمل good resistance برضو بتستخدم حالة sweet well condition لو في CO من غير H2S بس لو في chloride salinity ولا يلا شوية يستخدم الtype recommendation في نوع تاني بقى اسم الصوبة والصوبة ده الكمن طيب دلواتي لو 40 أو 70 75 أو 80 دي الاسامي دي اسم يعني تجاري زي من قول كده السابيكة دي كل ما تعلي في الرقم ده تديك more resistance لي أو good condition في الساور جاز ده التدرج بتاعها 40 70 75 و 80 ودي اسامي غالبا اسامي يعني التجاري صح طيب طيب بعد كده نجي نتكلم على الحاجة مهمة جدا بتأثر على الدكتلة أو نفسه منتكلم على الريبنج أب تاع الوير لين وهنا من اللي بنتكلم على ال single وير اللي هو في ترك اهو وبي عامل الريبنج أب على ويل ففي حاجة مهمة جدا لازم تقضى في الاعتبار اللي هو الزاوية بتاعة الريبنج لازم الزاوية دي الواير ده اللي ماشي من ويطلع بعدين ينزل جوه الويل لازم الزاوية تبقى كامل شباب تسعين دي طب ايه مشكلة لو الزاوية دي ممكن تسعين يعني اذا كانت اقل من تسعين مثلا سبعين او ستين تطيق قراءات اكثر اكبر يبقى في تنشن زياد على الواير زياد زياد او اذا كانت اكبر زاوية مثلا مية وعشرين او مية تطيق اقل اقل تمام مزبوط طبعا هو زي ما زمن لكو الانجل اكثر من تسعين تضط عدنا تشارت ايه 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 تشارت هو تشارت لانا شوفت ببعض احنا تشارت لا هو تشارت يجي مثل خطج وعلى اساس او بتقطع اين معي بتقطع الزاوية معين مع الزاوية مع الزاوية والرقم يعني والله ما اتذكر بالضبط تمام وتضرب الفاكتور ده في الويت ايه اذا طلع لواحد اذا طلعت القيمة واحد معناها تسعين تطيق قراءة صحيحة اذا اقل من واحد او بوين تسعة او بوين تتمانية كذا تطيق كذا واحد بوينت واحد هي اكتر الزاوية زاوية اكتر اقل من تسعين يعني لو اكتر ايه تمام مزبوط ايه طبعا زي ما زمنكم قال لو الزاوية اكتر من تسعين الريدينج او بيه الريدينج او بيه فهتلاقي عاملك كده مثلا فهيبقى فيه تنشن اه لا اقل من اكبر من تسعين او هيبقى عندك اه لو ريدينج اقل من الحقيقي لو هي اقل من تسعين كده مثلا هيبقى فيه تنشن على الوير زيادة فالويت مش هيقرارك الويت المزبوط بتاع الداونهول او بتاع التول فطبعا لازم تعمل تعمل كوريكشن عشان زي ما زمنكم قال فيه كوريكشن تابل او تعمل تجيب بتاع الويت بتاع ال سيب لينجوه الويل عشان طبعا بيزد على الوزن ده هتبدأ تشوف بتاع التول بتاعك او الكلام ده كله فلازم الوزن يوم مزبوط معك من البداية طيب ايه اللي بيحصل هنا شباب الوير لاين او سليت لاين عموما بيحصل بيتعرض لعوامل اللي هو عشان كده دايما سليت لاين افضل واير ممجوط في الدكتيلة ومعامل انتناء بتاعه ال ال اي لاين وال ال مور ستيف وخصوصا لو كان كربون ستيل الدكتيلة كمان بتاعته اعلى جدا من السنس ستيل بيومور ستيف شوية عشان مصنوع من كزا اللي بتكون اللوي او السبيكة نفسها بتاعت الماتيريال بتاع السليف لاين فهتيب انتشوف ان الواير لاين هنا بيتعرض لعملية بندين وبعدين ستيف اجين والعملية دي بتتكرر بتخلي يحصل ايه مع الوقت يحصل افكت على الو دي بتاعت الواير نفسه فيتعرض لحاجة اسمها فاتيج او يجهاد وممكن ده يؤدي لكت للواير نفسه او دمج للسليف لاين طيب وانت نازل ران هول دي النقط اللي بتعرض فيها السليف لاين للبندين سترس والبندين سترس ده اكبر عامل من العامل اللي ممكن التأثر على الفاتيج بتاعت السليف لاين طبعا احنا مش هينفع نمنع البندين سترس دي انها بزء الم الوپريشن نورمال لكن بنعمل شوية بروسيدور او شوية ستبس بتحاول تمنميز او تقلل الافكت بتاع البندين سترس بزء منمم فبيقول لك لانسل اللي نفسه بتعرض ل مينمم 14 بندين ، بص عيون كده دي اتقاه واحد وبيحصل بالعبس وهو على الدرم بيتعرض لأول حبيبي استاذ احنا اللي انا فهم انه هي هذا البندنك بالحالة العادية اذا عدنا مثلا اه سمبل جوز دريفت اس جي اس احسر عدنا سبعة بندنك بس حسب الموجودات والصورة بس اذا كان عدنا جارنك سر عدنا اربعة عطاش بندنك باحتبار ضربة عليهم حسر يعني توصد وانت رنن هول في سبعة بندنك فهم اي ويل جارنك اربعة عشر بتحسب انه في شفت الزيادة على الوار نفسه اي اي حسب المالاتنا اللي اخدناه انا هنا بتكلم ان هو عادية فانت ايه وانت نازل او طالع من الويل برجارنك يعني الطيب بتاع الوبريشن فانت نازلت كده في بندنك هنا وبعدين بيجي في الاريا دي اللي هو عند ديبس كونتر ده بيعد من خلالها بيحصل بندنك اثنين وثلاثة هنا وبعدين بيجي عند الهاي بولي ده بيحصل له بندنك تاني وبعدين ستريت وبعدين يجي يحصل له بندنك رقم ستة ماكسم بندنك وستريت تاني ينزل في الهول وهو طالع نفس الافت طبعا اكيد الموضوع الجارنك ده بيأثر على اللايب بتاعة اللي لان ان انت حتى في بوليس في بعض الشركات بعض الشركات بتعتمد على التايم بتاع الجارنك وفي بعض الشركات بتعتمد على النمبر صفحة الجارنك عشان يبدأ بعد كده يقطع الجزء من اللي ويغير الروبس وكده. عدنا ووقت احنا عدنا كل دقيقة لازم جارين. يعني ما نستخدم اكثر. خلت ايه بتضرب جارين. جارين ايه. طب النقص ما ديلك تشتغل. الماكسموم بكل بالساعة الوحدة اه تضرب واحد اعتقد مية وعشرين جار. يعني تستراح 15 دقيقة جارنك وتستراح 15 دقيقة. لو 15 دقيقة جارنك تستراح 15 دقيقة. بعدين تحسبهم. يعني 30 بتلاثين ستين. آآ بسعين هو مية وعشرين للجار. يعني تقدر تعمل جارنك ساعتين كده صح? ايه. نص ساعة نص ساعة روحة. ايه. وبعدين نص ساعتين في الساعة التانية. ايه. وبعدين تقط بقى الجزء بتاع الايفكت ده اللي هو اللي بتغير الروبسوكت. ايه. تمام. انت كده بتعتمد بقى على الطايم في نفس الوقت والنمبر كمان بتاعته جارنك. ايه. لانه اعتمادك على الطايم بس مش افكتب لانه انت ممكن في ساعة واحدة تضرب مية جار مسلا. فالطايم لوحده مش لازم تحسب النمبر بتاعته جارن نفسها. اكيد اكيد. ده الطايم بتاعته جار دايب? ميكانيكل ولا ايه? ميكانيكل والبالنسبة للهيدروليك سبرينج جار صير اكتر سبرينج. يعني بتضرب نمبر زيال التوسط والله? اه. والله ماذا الولد فهد. تذكرها ايه? ايه. اجيه بالسبرنج جار كان يمكن مية وعشرين والمية وثمانين اتذكر ايه شيء. يعني هي موجودة في البولوس التاطل العموما موجودة في بولوس طيبس من جار يعني. وفي جارات ايه غير اه. والميكانيكل. هيدروليك جار اكتر. اه. تمام. احيي اللي قيت لستات. اه. الميكانيكل جار مية وعشرين جار كل ستين دقيقة. مية وعشرين جار? ايه. كل ساتين تمام. ايه تمام ومية وثمانين جار للأبستروك التسعين دقيقة يعني بس هذا مية عشرين جار كل ساعتين لا كل ستين دقيقة يعني شو أنت سوي سبيل خمسطعش دقيقة جد سوي سوي ثلاثين جار مصحح واناو بترتاح خمسطعش دقيقة ناو بسوي خمسطعش دقيقة سوي بلا جار هالستين ايه يعني شقد سيار المجموعة كله لا مش مش بها اشبه مظبوط كده ساعتين ايه هو ساعتين كده مية وعشرين جار في الساعتين بب اي بالساعتين صح اه لكل مية وعشرين منت يا عود اي والتاني اين بقى كم ؟ بالتسعين دقيقة مية وثمانين جار مية وثمانين جار اي في التسعين ديئة اي يعني عدد اكبر يعني اكبر عدد ليه هو الإفكت بتاع السبرمجار مش أكتر أصلا مفروض من الميكانيكال بس هم ترتاح بي يعني 15 دقيقة جار 15 دقيقة رست ها همتشي بس المدة أطول ما رشون مضتبينها هاي طيب بزير الفضل تمام شكرا لك عن معلومة دي طيب هاو تو منما يزبقى البندين بسترس هنا في بعض الـ points المفروض ناخد بنا منها during the operation أو rigging up أو حتى الـ spooling بتاع السليك لاين نفسه على الدرام في standard operation أو recommendation تمنوايز البندين بسترس بتاع الـ wire السليك لاين أو braided line should be lubricated during the operation عشان الإفكت على السيرفس لاين الـ wearing يعني وثاني حاجة بيقول لك دونت الله هو rigging up إنه الـ wire ترب أو يخبط فيه any metal surface زي مثلا v-door أو any area على rig site أو rigless operation علشان metal مع metal هيعمل damage للـ wire نفسه ولما تيجي تشتغل بتشتغل around maximum 70% من maximum load أو available load بتاع الـ wire نفسه تقريبا من 50% إلى 70% أو maximum 80% يعني حسب الـ wire نفسه الـ condition الـ wire يعني طبعا دي recommendation ممكن الرقم ده يختلف little bit يعني معلش ان تشتغله بكامل maximum يعني تغني علشان 50% وزيزان 50% yammie 60% وزيزان 50% ي is made to change that fatigue or weak point special مع الجرم طبعا. اه في حالة في حالة في حالة القص الواهر صاد. القص نسمي احنا رقب لينت. رقب لينت يبدو من السفن بوكس حد الدراماتي. هي هاي المسأج. هاي هو هذا نسمي رقب لينت اللي هو انقصة دائما يعني. هو ببدي تقريبا يعني. هو يعني بها الحدود من خمشين اللي هو المسافة من الدرام لحت الطب بتاع الستفن بوكس. اللي هو النقط اللي عليها الخطر يعني اللي بهاد نفس. البرند. اه تمام. اه. اه. عشان تبقى اللفات اه مع بعض. here هو. the recommendation. تبقى من حوالي ۶ وَرْبِين م现وة لَ١ اوْن اوى وبعدين طبعا هو بيولك ويت. for pull off the wire زيما انت قلت فيها تشتغل مثلا 15 منت وفيها تريح 15 منت ولمتد بالنمبر نفسه بتاعة الجارن ensure the chiefs are the correct diameter عشان ما تعملش فاتيج او more bending stress يجب ان تختار correct diameter المناسب للsize بتاع ال wire for example هنا for sleep line minimum chief diameter بتبقى 120 مرة في الودية بتاعة slick line او ال wire line من 100 ال120 في الbraided line بيبقى المنم 64 مرة في الودية بتاعة ال wire بالtub layer recommendation دي ايهاي موجودة عدنا عدنا بالslick line 120 في الودية طلع مقدار شيف لديها ميتر ما شيف اللي نشتغل على اساسها تمام والتنية 64 طبعا عندي المنمم ممكن تزود عنها لو قللت عن كده هيحصل طبعا more bending والstick line او ال wire line ما عدي على ال shape نفسها ال up او down يعني انشور طبعا shape group نفسها لازم تشايف عليها ان هي rotate free طبعا وما بخاش اي warn او اي damage عشان لو فيها الكلام ده هيبدأ يعمل scratch او damage للسيرفس بتاع الاستثمار طيب هنا بقى القصة بتاعت handling و spooling بتاعت drum بيولك the following precaution should be taken when handling the wire avoid nicking the wire نفسه ما تقولش تحبط فيه عشان محصلوش damage to avoid aggression the wire should not be run or contact any metal surface wire in storage لازم يحصل طبعا regular inspection وprotection لازم يضغط عشان surface corrosion correct procedure في spooling هنا لازم يبقى بالشكل ده ياما من up up أو down to down يعني ما ينفعش يحصل from up to down أو from down to top يعني from bottom to top أو top to bottom لازم يحصل from top to top أو bottom to bottom عشان يمنميز البندنج أو الفتيك بتاع السيبلاين نفسه طبعا هنا بيقولك بيحصل lubrication للوير to protect بين الكروز الأتموسفير after completing الجوب نفسه وبترجع الحاجة للوركشوب مزبوط كده شباب طبعا 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 ايه هي بقى الوير information وأنا ببلان for decline job أو بريد job محتاج عرف شكرا معلومات عن الوير نفسه قبل ما اروح ل ال operation in regular sway فمحتاج مبدئيا نشوف ايه هو الويل head connection عشان الاتمي thread اللي يركب فوق الكريسماس 3 تبيبه ال correct size بتاعه الويل head rated working pressure عشان equipment formation pressure and temperature وال dips هتنزل ال dips الكام ال interval بتاع perpuration types بتاع job ال well board survey عشان maximum inclination fluid level والtypes بتاع fluid نفسه ال onrust fluid اللي موجود عشان لو تفتح SSD لازم زي ما قلنا نحسب نسعبات انه يحصل balance لل pressure على port بتاع SSD before opening لازم تعرف surface control surface valve الintegrity بتاع عملا ازاي عشان to make sure انه open way fully during ال operation ال gas oil ratio at day هل انت شغال في sweet or sour gas environment عشان selection بتاع الطيب بتاع المaterials نفسه وال down hole tool او packing element كان تاعت البلغات اللي بتختارها لازم تبقى طبعا according to اللي هو نيس او المعظمة بتاعت الخروج الطيب بتاعت ال completion string هل هو single ولا dual والcomponent بتاعته عشان تعرف minimum restriction والدرسات بتاعت طبعا ال nibbles وال ssd location اللي هو مهم طبعا عشان تعرف هتاخد equipment تحرك بها دي في الطريق والمسافة والكلام ده كله proof الهيستري طبعا related لأي downhole problem كانت موجودة قبل كده في الويل لو كان فيه مثلا accumulation من السم هيستري بتسجلها الويل دايما لازم تبقى عندك data عشان الاريا الحتة دي مهمة عشان تاخد backup tool معاك just for حاجة من تسميها contingency procedure أو plan B لو اصلا مشاكل معاين يبقى معاك بعد كده نتكلم على الوار line equipment عموما عندك surface equipment اللي هي الوار line unit الpower back اللي بتديك السبضاء بتاع الpowerless system وعندك الposting unit اللي هو المعظم اللي احنا بيبقى train يعني لو ما فيش rig وبعد كده عندك pressure control equipment دي زيها quick union stuffing books أو grease injection head بحالة البريد line lubricators enough lens و الpob و three adapter above wheel head في بعد كده subsurface equipment طبعا دي حسب الoperation بتاعتك tool strength surface tool conditioning tool running opening tool for each run عندك option pressure control equipment زي tool trap أو tool catcher injection sub عشان تضخ بعض lubricant أو anti-freezing chemical SCU bumping T safety quick union يعني دي اختصار حنشوف ها قدام سويا tool ممكن تبقى shifting tool kick over tool for sitting and running any device في gaz left mandril overshoot for fishing أو spear internal flow control device ازاي types تاعة البلاد دي e-line slick line revving up الشكل العالمين ده slick line عندك top shape وعندك stuffing box primary barrier head catcher chemical injection sub lubricators bleed off port هنا وبعد كده عندك quick test sub عشان تكسر منه connection above B.O.B. عشان توفر test time بتاع official control equipment on each run tool trap وبعد كده عندك B.O.B. ممكن بأن mechanical or hydraulic وبعد كده الكنكتور اللي ما بين الويل هيد أو christmas tree و stick line دي e-line اللي هو بيقى back off أو line viper grease head نفس الكلام head catcher chemical و lubricator و pump t وهنا طبعا ال B.O.B. اللي هو secondary barrier والحالة بتاعتنا دي tertiary barrier هنا هيبقى christmas tree upper master valve lo equipped and scutter وهنا طبعا E-line tertiary هيبقى shear steel B.O.B. driving up for sleep line stopping box primary barrier دي single B.O.B. والB.O.B. طبعا متاع sleep line أو single wire هو عبارة secondary will control barrier وعبارة عن blind to seal around wire أو من غير wire طيب هنتكلم عن surface equipment ال wire line unit ممكن تبقى single or double drum ممكن تبقى container أو boot أو helicopter unit حسب ال application component بتاعتها بتبقى عبارة عن control operation from inside direction في break hydraulic valve و jet measuring device weighting device عشان الweight و level wind to adjust to adjust line power bag ممكن يبقى diesel or electrical power طبعا according to safety zone 2 power بيستخدم mainly اللي هو diesel unit أو generator يعني to run power power استخدموا الديزل شباب شكدا الديزل samsung أوكي surface equipment اللي هو hosting unit ديك ممكن تبقى different shapes يعني اللي هي crane هو most common type ولازم crane طبعا يبقى certified crane وcertified crane operator عندك type كان زي mask أو e-frame أو الجنبول ده بس old type شوية وعندك لو أنت بتعمل على rig يبه هو rig أو kds بتاع rig نفس هو اللي بعمل لك rig نقض استخدموا الtypes دي اللي هو the frame أو mask ده عدنا mask ده برمالي تغلان الواقع كله c-line كرا ال a-frame أو mask 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 اللي هو ده كرا وليه ال-operation consideration طبعا في rig nk up حسب height بتاع rig nk up كل ما تبقى height طبعا أطول كل ما يبقى فيه المقهود تشيك على inclination أو الزاوية بتاع الزاوية هنا عشان تقف في position مظبوط ولازم تبقى معك lens من lubricator زيادة اللي بتاخد باعتبارك طبعا زي ما وانا height تاع listing unit نفسه لو فيه fishing job لازم تكون tool lubricator نفسها including bottom هو assembly تاع stickline بلاصل لو عملت fishing لأني lost tool inside الوية طبعا والtool بتاع tool string lens نفسه طبعا هنتكلم حاجة top section اللي هو hay pulley او ship اللي هو top او bottom فنقول انه هو modern time دلوقتي اللي هي بتصنع من الالمونيوم الالمونيوم طبعا الفكرة بتاعته انه هو reduce weight نفسه فتبقى tape vibration وتعمل minimize لي الوير بتاعة الوايا طبعا كل الchief دي مقروض تبقى color coated وتبقى inspected والcolor code ده طبعا بيتغير كل 3 شهور زي ما انت عارفين ولازم بقى فيه tag على اي lifting equipment زي slings او shackles ولازم تبقى عليها tag ميبين لك last inspection وال expiry date بتاعة certification نفسها بالserial number اللي موجود و maximum load اللي ممكن to pull طبعا انت بتختار دايما تقريبا lifting بتاعة shift دي بتبقى two time اللي انت محتاجه during sleep line مظبوط طبعا طبعا هنيجي بعد كده هنتكلم على main component اللي احنا محتاجين نفهمها أكثر اللي هي surface pressure control equipment هنا بالنسبة العموما الwar line فيه stopping box وده يبقى شغال مع single wire طبعا هو بيعمل بيعمل ceiling around wire بحالة بحالة اللي هو static و dynamic condition وممكن يبقى الworking pressure بتاعه up to 50k فيه بعد كده الwar line control head وده بيستخدم مع الbraided الbraided e-line بيبقى تقريبا زي وزي وزي وفي grease injection head ده يستخدم مع الbraided و ال e-line وبيبقى بتضخ في grease around الbraided line مكدول فممكن الجاز يسكيب او الويل فلازم تحت ingress وهاي pressure around عشان تعمل كثيرا ده swabbing stopping box هو نفسه زي stopping box العادي بيستخدم في swabbing operation في low pressure مع الbraided line طبعا ال lubricators دي بتبقى طبعا بتاخد اكمودية اللينس بتاع bottom hole assembly ال wire line bulb ده اللي هو ال ممكن يبقى منبوض manual او hydraulic for sleep line او braided line single بيبقى single مع sleep line وبيبقى dual مع braided او a line طبعا بعد كده بقى tree connection اللي هو انت بتعمل connect ال acme thread above christmas tree بيبقى different types ممكن يبقى flanched طبعا rigging up مفروض يعني recommendation باب flanched بس طبعا for fast operation يعني stick line بيبقى acme thread اللي هو hunter دي دي اول حاجة في pressure control equipment اللي هو quick union وعندنا هنا two type من quick union اللي هو autus او bound فعند لديك ال connections ده لكل ال connection بتاعة rigging up بيبقى quick union acme thread ما بتحتاجش طبعا زي ما قلنا biber range وبيتربط باليد وبيبقى فيه seal element هنا فلما تربط باليد مع pressure بتاع ال will بيحصل more ceiling في area دي ال orange ده لازم يتغير new one each job لازم تشاك عليه كما موجود في box field board area ده اعتبر كده البن وال thread نفسه اعتبر box بعكس المتعرف عليه يعني usually check that thread and during before making up make sure when لما تيجي تكسر بقى ال connections ده مفهوض تيجي تكسره برضو بتكسره by hand لو لقيته by hand مش عارك يعني not easy to break ما تحاولش معاه لانه ممكن يبقى فيه trapped pressure still not bleed all the pressure in the system فلازم عشان ما تصالش مشكلة على location لازم تشيك انه عندك trapped pressure في system ولا لانه trapped pressure هو اللي بيخليهم افشين في بعض زي ما قلت فلازم تشيك any trapped pressure and bleed off first وبعدين تبدأ تكسره زي ما ربطوا بالهند بتحلي بالهند باب ايه الفرق بالنوعين دول لانه الفرق في الزاوية زاوية 45 90 والضبط دي زاوية 45 ودي زاوية 90 حسب الزاوية كل الشكل استخدموا اي طيب من الاتنين دوت احنا اوتس والمر صد اه المر لو بتعين وبي الالمر عندنا من الفلنجة الحد لل بي او بي بعدين من فوق البي او بي كله اوتس من الفلنجة بتعتي كريسم ستري المر الكريسم ستري الحد البي او بي الحد جو البي او بي هذا المر نوف فوق البي او بي الكنيكشن لفوق السبن بوكس اوتس تمام يعني استخدموا شو طيب در البون ما نستخدم بس هو المر ده اللي هو فلنجة يعني ولا برضو كونيكشن لذا المر اه لا كونيكشنات من البي سي كل البروكاتر لحد السبن بوكس سمع اوكي طيب ده زي ما قلنا البن وده البوكس ودي اللي هي الو طيب هنيجي بعد كده على اللي هو اللي احنا قلنا عليه اول يوم اللي هو اللي هو اللي هو بوكس ممكن يبقى يعني بالقيد كده وممكن يبقى هيدروليك الفرق بينهم ده اوبراتد يعني مكتفقش تطلع فوق وتوى تربط في الجلاند نط دي لو في تسي لكن هنا الهيدروليك من أوي يعني من مكتفقش تطلع فوق باكتفق الان او تنجز عن بوم تقدر تؤبرات وتزود ال بريش هنا عشان تستوب الليك لو في الليك الراوند الواير نفسه فطبعا ده والد طيب شوية السل اللي بيستخدم من الايام دي بس بيستخدم مع الزيرو والهيد بريش او لو بريش ويل نطفوش طبعا جاز أو هيدروليك لكن ده افضل مع الهيد بريش عشان تحافظ على الكرو نفسه وتبقى سيف بريش طيب الستافين بوكس ده ده المانوول وده الهيدروليك هتلاقي الكمبونت بتاعته هنا ده هيدروليك كونيكشن فيه هنا زي ما قلنا فيه باكينج المن بيكتبع حوالي خمسة وستة حوالين الواير وممكن يتغيره سبعة تمام سبعة تمام ممكن يتغيره ديورينج الوبريشن وبعدين عندك هنا مبارعا زي يعني حاجة مسكاهم هما الاتنين الطب والبطن وفيه بعد كده لو ضغط لو فيه ليك عندك لو ضغط هيدروليك بريشن فيه سبرينج هيضغ يعمل مور سكويز عشان بس جس توق الليك على لكن محتاج تغير الميديات ل الباكينج المنت نفسها سعد هاني من الضغاط البستن راح ينزل البستن راح ينزل على الباكينج يحصر هاني سوى هولت سوى هولت البستن ده بيضغط ال بيضغط على من خلال طيب هين طبعا في الحالة التانية اللي هو مانوال هتحتاج لو فيليك ترفعك تطلع حد فوق كده وتبدأ تقفل بتاع الجلان ناط لما تربط للآخر السن نفسه بتعرف انه انت بيبت الماكسمم بتاع الباكينج لازم تغيره افتر يوفينيش الجوب طيب لو حصل لقدر الله قط ل اللي اللي بس في الفكرة في الحالة دي الواير خلاص طار فباش موجود في مكانه فخلاص هيحصل اسكيب للفلو فييجي قصة البلانجر اللي انت شايفينه ده بيجي يزقه يجي يتحرك من المكان بتاعه في الخطم هنا يجي يرشق فيه اكتوب في البروفايل ده يعمل لك بسطوب لي الفلو بتاع الويل طبعا هو طبعا الواير ما عدي من خلاله عادي وفي نفس الوقت هنا فيه بلانجر ريتينر عشان بي بي طبعا فيه بلانجر هذي اللي عارف عنه داخله داخله اكو هول على شكل حرف واي واحد عدل واحد مائل المائل بداخله مثل الصجمة مثل البول تمام منين قطع الواير راح تيجي هاي الصجمة تنزل تيجعد بي فشين راح يساوي هولد البراشر ماي خلي نصح تمام اوكي اي 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 الواقع اي في نفس الواقع الواقع ها بيساعدها اكتب الاكتب باريال واستيل ستوف ان بوكس الواير انسايد او زاوت واير استيل هو برضو الاكتب باريال أو تقوم بسيطة للفلو خاصة في الـ High Pressure طيب هنا زي ما قلنا دي البارتس بتاعة الباكينج المنت زي ما زيون كلهم هم سبعة بارتس معرفش هل هو ستندر السبعة دول ولا ممكن يختلفوا من ديزاين لديزاين والله كالستندر صادنا نحن سبعة نستطيع سبعة باكينج بارتس بارتس طيب زي ما قلنا كده الفنكشن بتاعة الستفين بوكس لإنترى الوائر انساد الويل بور والسيلين عرون الدامتر بتاع الوائر لين بربنت الاسكيب الويل بور المانوال زي ما قلنا المانوال زي ما قلنا ما يستضمش مع الجاز ويل باللو بيري لو بريشا وأعتقد انتو بستخدمش طبعا المانوال يعني معظم كل الشغل الواته هيدروليك 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 ما عادنا أصلا مانوال تمام الشيب are available for wire line اللي هو في الصيز ده up to fifteen thousand piece size دي الركومنديشن احنا قلنا عليها اللي هو الشيب دايمتر ازاي بتختارها أكوردنك لي الصيز بتاعة الوائر بيقولك فإنكسين انش قالت الوائر من هاية فاستخدم ويستخدم وانش فى الوائر الوائر لنها يستخدمه أول ستعةعش ستعةعش لأن الوائراتنا من مية وثمان ومية وخمس وعشر مية وثمان 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 وثم أوثم وعشر pulled out of rope socket and of breakout surface يعني In addition, an indication to time to re-back هتغير الفacking element وهو لما الجلاند ناطي يبقى fully secured في مكانه لازم تعرف انه الفacking element عايز يتغير طيب دي المانوال بصطفن بوكس هنيجي بعد كيان نتكلم على grease injection h اشتغلت بها بكده لا والله ما اشتغلين بها أبت اشتغل له ويرلائن عدنا اه بارت من من ال اي ليين اكيد يعني يعني انتو لما انتو شغلين بس تتعمل لسليك لاين مش كده بس سليك لاين لو انت عزم تلين من سليك لاين للبريدلاين في كرو تاني بقى بيونة تاني بيونة تانية يبيض ويعملوا الشوب لا قسم ثاني اصلا ويرلائن يختلف عن نحن سب سيجمينت جد لك يعني اه اوكي تمام طيب تمام فالجريس انجيكشن هيد اختصارها جي اي اتش دي البرايماري والكنترول بنشيل السطفن بوكس خارب بنستعيل السليك لاين وبينجيب ده مكانه في البريدد لاين هو عبارة عن ايه عبارة عن السيستم الموجود قدامنا ده اذا الجريس انجيكشن هيد بيتضخ فيه من البطم وبتاخد الريتيرن من الطب هنا وبعد كده عندك ده زي كده في وبعد كده وعندك بقى الجريس بيحصل ازاي بيحصل في هاي بيبدأ يضخ الجريس والريتيرن بيرجع على ال تانك تاني ومش يعني ما بيستخدم شي تاني حتى لو هو فيجولي اوكي يعني طيب السيستم ده عبارة عن ايه دي الكروس سيكشن بتاع الاريا دي مكبليس انجيكشن هيد عبارة عن الواير اهو فيه عندك فلو تيوب الاحمر دي النمبر ستاعتها هنقولها ده وقت تبيند على ديزاين معين الفلو تيوب دي بايب عادي من جوة وبعدين الواير اهو المبدول بيعد من خلالها لو سيفس السيستم كده هيحصل اسكيب لي الفلو او الجاز للسيفس فعشان ما يحصل شي بنبدأ نضخ جريس سبيشال جريس اختياره برضو نتكلم عليه بهاي بريشار بهاي بريشار ففي الحالة دي والواير بيتحرك الجريس بريشار بيبعامل يعني افكت على الولهد بريشار فالبير مش قادر يقوم او يحرك الفلو او تفرم الولهد طيب بالفكرة كلها بنضخ الجريس منين هنا في انت الجريس عند الطب بتاعت الاصت فلو تيوب اخر فلو تيوب بيضخ من الطب بتاح الجريس ده الجريس طبعا بيملى الاريا دي كده مع الجرافتي فبيبقى فيه زي سبير اريا كده مليناة جريس وبعدين بيطلع فوق يمشي في الكليرانس ما بين الواير نفسه الفلو تيوب وييجي عند الطب هنا يطلع من الدرين ده ويرجع تاني للكنتاميناشان تاني طبعا طول ما انت شغال عملت تماما 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 طيب فيه عند الطب هنا وفيه هيدروليك او هيدروليك ايه الغرض من دي الغرض من هنا ان انت لو زودت في بعض الحالات لو حصل من ممكن تحط بس ما بيشتغلش ده حاجة مساعدة بس او في بعض الحالات الاليمنت ده نفسه اللي حوالين الواير بيعمل زي وكلينينج للواير نفسه وهو طالع من على الدرام ان هو ينظفه من اي عشان ما يجع على الدرام يبقى فبتحرك دي الواير بتحرك من خلالها فبتاخد مع الدرين ده وترجعه على الكنتامانيشن تانك او الكليكت تانك على السيرفز طبعا الكليكت تانك اللي على السيرفز ده لتندنسي ان هو يعمل من فويد صغيرة سروق الواير المكدول لو مكانش دي ايه دي كليرانس هنا ما بين الواير و ال بيبقى الرقمين دول دومانيمم وماكسمم عشان تضخ من خلالهم في الجريس واضح يا شباب طيب هنيجو نشوف كده السليكشن بتاع الفلوتيوب النمبر ستاعت الفلوتيوب دي هاختارها على اساس كم كم فلوتيوب هعطها في الريبنجاب فعلك هو في عشان تعمل محتاج تنشطول نمبرز برون فلوتيوب اكوردنجلو الويل هد بريشر والفلوتيوب بتاع الويل لو هو الويل هد بريشر من 0 5000 وليكود يعني ووتر او اويل يعني بتحط مينمم ريكوير منت الراون 3 من الفلوتيوب كل ما يزيد الفلوتيوب وخصوصا في الغاز هتلاقي النمبرز اكتر شوية علشان يعمل مور افكتب للسيلينج لو خطيت نمبرز اقل هتأثر على السيلينج بتاعك الهي بريشر جريس اجنس الويل بريشر او الويل هد بريشر يعني ده شكل اوضح شوية هنا هو الانلت طبعا فيه تشيك بلت عن الانلت هنا ويطلع من الترين هنا يرجع على الويست تانك على المصفير مخصوص ده السيرفاس ودي الهيدروليك هند بام اللي بتعمل مور pressure لو خاصل ليكج على السيرفاس جس توق الليك أو توق الليك الليك بلو الستفن بوكس بوكس الويست طبعا الجريس طبعا مصط ولو عندك high temperature عشان طبعا temperature بتأفكت على الفيسكوستي نفسها بتاعت الجريز وبعض الحالات بيضخوا high viscous قوي طيب الجريز ده بتشوف الولهد بريشر أو الماكسما الولهد بريشر ومينوم ريكورمينتي بقى 1.2 في الولهد بريشر يعني الولهد بريشر 1000 بيئة صغيرة انت محتاج تضغط الجريز ده بريشر 1200 بيئة صغيرة يبقى الفورس دائما بتاعت الجريز منع الاسكيب بتاعت الفلو أو 8 في الولهد طيب ده ايه ده ده الباكوف أو اللينا روايبر اللي هي الطب بتاع الجريز انجيكشن هيد أو وخصوصا الجريز انجيكشن هيد وخصوصا الجريز انجيكشن هيد بتاعت بيستخدم مع الاي لاين لو مفيش والهيد بريشر يعني هاز بريمري بريير ومن غير تعدوا استخدوهم من غير طبعا جريز انجيكشن هيد لو مفيش والهيد بريشر هاز هيدروليك باكوف تو سيل الراون استشنري يعني في حالة السفون فقط تزود بريشر انجيكشن هيدروليك بريمري بريير فده من اكتبارش بريمري بريير اكتبار عامل بس مساعد تستوب الليك ثرو الجريز انجيكشن هيد ممكن استخدامه مع لو فيز زيرو زيرو الهيد بريشر and is not consider لو استخدام الهيد بريمري بريير بس في بعض الكاتيجري في البريج انجيكوب بتاع ال-E-Line بيستخدم الباكوف بريمري بريير بيحصل الهيدروليك لو تبوش أب البستون عشان تو ستوب بس وفي حاجة تانية اسمها زي ما شفناها في الفيجرة اللي فادة اللي هو اللاينر وايبينج اللي هي زي مساحة كده عند الطب بتاع الباكوف بتوايب ال-Axis كريس اللي هو حاولين Cable to drain post ده شكل تاني ده كروس سيكشن هه في وايبر اهي هنا رابر بتمسح الجريس من الكابل وتضخها او توضيها بعيد هنا لي الفلو أو تلت هنا ده الجزء ده سيكشن متاع اللاينر وايبر وفي هنا الانجيكشن متاع الهيدروليك هند بام عشان يعمل سكويز حوالين الواير نفسه تو ستوب اللي بيدغط على الوايبر دي فبتعمل سيكشن حوالين ال طيب الجريس انجيكشن هند ده شباب طبعا الانتجريت بتاعته او الكفاءة بتاعته متوقفة على الاختيار على بعض العوامل زي ايه زي الويل هيد بريش لازم اعرف الستابل او الستابل الهيد بريش كام عشان اشوف ال جريس انجيكشن هند اضغطه بكام طبعا في ناس ما استخدم شوان من المينمم في ناس بتعلق عن كده عشان محصل شي لو حصل بلد اف ال بريش او 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 فجأة البوم او حصل مثلا الفلتر بتاع البوم بتسده او الحاجة فالتبريش قل فيبستل هو المينوم ركور المتوقف كمان على الامبيان تنبريتش الاتموسفير لانه جريس بسكوستي بتأثر به التنبريتش الويل بور نفسه طبعا دايما بيبقى يعني ديفيكلت شوية مع الجاز كاب او الجاز اللي موجود على الطب بتاع الويل اللي نفسه الكمباتابيليتي بتاعت الجريس مع الويل لازم تختار الكمباتابيلي الجريس الجريس الكمبوزيشن اللاين سبيد نفسه السرعة بيقولك دايما فيه دفيقالتي لو انت بتتحرق بهاي سبيد انت بتعمل افكتف سيلنج الراون البريد لاين الديريكشن بتاع ترابل بيبقى اصعف شوية ومنتين ستير لو انت طالع بالجريد وبدأ يليك معك من تبدأ تشاك على وتحاول تبدأ تنزل الراون 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 بيساعد شوية على انه الايفكت بتاع الليك او السيل نفسه بتاع الراون الوايا اختيار النومبر فور زي ما شبناه حسب التابل وال ديامتر لو اخترت الديامتر قليل جدا هيبعندك كمية كبيرة من الجريس في السيستم ولو اخترت ال ديامتر بتاعها في المصدر كبير فكمية الجريس اللي بتضخها هتحتاج كمية اكسس كبيرة عشان تعمل ال افكت سيل عشان كده مفروض تتوفول ال طبعا لو حصل وورن لل ال عشان لازم تشاك عليها هيبدأ يحصل معاك افكت في السيل هتحتاج كمية اكبر وممكن في الوقت ده لو انت مش حاب تعمل كنترول على ال افكريشن هتضطر تقطع الواير وتطلع بالاوت من الويل علشان تغير التشينج ل نفسها لحصل فيها وورن او دلش طيب دي هي برضو كم نقول هنا هو الكابل لازم يبقى مظبوط الواير دايمتر كل ما تزيد الودي بتاعه يبقى بتاع السيل هيبقى اصحب شوية النامبر بتاعة الانجيكشن بوينت هو الانجيكشن بوينت شفناه في الفيجر اللي فات دي قورت واحدة في بعض الحالات دي الستاندر في بعض الحالات بيستخدم اكتر من الانجيكشن يعني يعني بقى في الانجيكشن ينجكت منها البرشور بتاع ال الريس نفس دي الريس انجيكشن طبعا الريس يفضل او لازم او نسيسري تبقى دول او اتنين بومب لانه دي العقل اللي بيديك البرشور عشان تام السيل الول فور برشور لو البومب دي حصل الفيلد في اي وقت لازم ترن على طول الساكن وان تكون تنين ال سيل ال رون الكيبول فكلا لو مستخدم بومب واحدة هيبع عندك مشكلة تعمل سيل الويل وهيحصل السكيبلي على السيركس فلازم تبقى هاي بريشور ويل طبعا وطبعا هي بتعمل فيدنج وفي نفس الوقت تعمل سيل الراون الواير لما تيجي تقفل الواير البي و بي عليه اللي هو الدول البي و بي اللي هنشوفه كمان شوية يعني هو بتدي فانكشن الحاكتين الگريس انجيكشن هيد على الطب عشان تعمل سيل كبرايمير ومسؤولة عن الكريز اللي بتحقن مابين في الفورت مابين التو دول رام عشان بتحقن هاي برضو عشان تعمل سيل الراون الكابل لان انا قفلت الواير عادي الراون البريدد لاين مش هيحصل سيل عشان البريدد لاين مجدول فيه فراغات حواليك فهيحصل حتى للفليود حتى لو خلت البيو طيب عشان كده احنا قلنا طبعا لو حصل فلير لوس الانتجريتي السيستم لازم يبقى اكويبدد وز فاكب او ضابل ضاب الريتيرن طبعا زي ما قلنا بيرجع على اتماسفير ولازم تشك عشان تتأكد انه فيش جاز على طبعا ولازم الناس اللي بتقرب من التانك ده لازم تبقى طبعا معها اللي هو عشان لو فيه ولا حاجة مايحصل مشكلة للناس اللي موجودة على تبقى شباب الجريس بقى ليك ده ممكن نحص نتيجة ايه يعني انت عمل لل لل وفجأة لقيت فيه ليك على السيرفز فالمفروض اول اكشن هتاخده انها ستوب وتحاول تشوف السيرفز سيستم اول حاجة تشوف الكم عندك فيها مشكلة البرش نفسه وكمية الجريس في مشكلة في السيرفز فلا بعد كده لو ما فيش مشكلة هتبدأ تحاول تزود اللي بتعمل بي هيمكن الويل هيت بريش علي معاك لو فصل مشكلة معينة لو الاتنين دول معمش اشطب ل الليك نفسه هيبقى الابشن التالت انه هو في مشكلة عندك في نفسها فصل فمهما تضخ من هتضطر ساعتها ان انت ممكن تعمل ل ده كله بعد متقف البي وبي تبدأ تساركل جريس جديد حوالين كلها جس تتري ان انت تسطب لو ده مش معاك هتضطر تقطع الكابل ساعتها وفي موينة عشان تتشانج ال 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 نفسها ده معاك في المشاعة فبتبدأ دايما سنشوف المشكلة في فبيقول لك ممكن الجريس لك يحصل نتيجة زي ما قلنا حصل ان كريز في المشكلة مفاجئ او انت مكنت اقري المشكلة مزبوطة على الجلش لو انت حاطت سيتنج لجريس انجيكشن بقى البرشور بتاعه طولو كنتمي نتيجة جريس فحصل له بقى ثينا ففي الحالة دي زي ما قلت ممكن نعمل كامل للجريس نسركله لحد ما طلعنا الجريس نضيف على السيركس ونحاول بقى كده نشوف الوبرشن ماشي ازاي او انت مختار مش مناسب للفلوتيوب او حصل للفلوتيوب للفلوتيوب الجريس نفسه مش كومباتابل مع الويل تاعت الويل خصوصا التنبريتشر في حصل بلاجين للفلترز او حاجة في الجريس نفسه فمحتاج تشيك على السيرف زي ما قلنا الاول قبل ما تبدأ تاخد الاكشن اشتركوا في القناة